قالت لجنة الرقبة في مجلس النواب الأمريكي إنها تخطط للتحقيق مع أكبر أربع شركات مصنعة لحليب الأطفال والبحث عن إجابات حول كيفية زيادة الإنتاج وتجنب أي نقص في المستقبل وصلتت صحيفة جليميل البريطانية ووسائل إعلام الأمريكية على أزمة نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة حيث يقدر بنسبة 40 إلى 50% وبدأت متاجر البيع بالتجزئة الكبيرة في تقنين المبيعات في يد واحدة وتكشف نقاش في المؤسسة السياسية حول ما إذا كان سيتم إعطاء الأولوية للأطفال الأمريكيين على أطفال المهاجرين غير الشرعيين